علي عزة بيجوفيتش مؤسس دولة البوسنة والهرسك الحديثة ولد عام 1925 ببلدة بوسانيسك شاماتس شمال البوسنة والهرسك بمملكة يوغوسلافيا درس عزة بيجوفيتش في الثانوية الألمانية في العاصمة سراييفو وخلال دراسته أسس جمعية ملاضي مسلماني أي الشبان المسلمين التي تحولت فيما بعد إلى جمعية أعمال اجتماعية وخيرية التحق عزة بيجوفيتش بجامعة سراييفو حيث حصل على شهادة القانون منها عام 1950 في وقت حكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب معارضته للنظام الشعي الجديد الذي يقوده جوزيف تيتو عام 1983 حكم عليه بالسجن 14 عاما بسبب نشر كتاب باسم الإعلان الإسلامي الذي وصفته السلطات هناك بأنه تهديد للنظام الشعي في البلاد وخلال سجنه نشر كتابه الإسلام بين الشرق والغرب الذي يقارن فيه بين الإسلام والمسيحية والمادية أفرج عنه عام 1988 بعد ضغوط من منظمات حقوق الإنسان الغربية على يغوسلافيا أسس بيغوفيتش حزب العمل الديمقراطي عام 1990 وخاض الانتخابات العامة في البوسنة وحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان ليصبح علي عز بيغوفيتش رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية ضمن يغوسلافيا الفيدرالية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الدعم الأكبر ليغوسلافيا الاشتراكية أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها بعد استفتاء شعبي أجري عام 1992 والذي أيده البشناق والكروات وقاطعوا الصرب لتدخل البلاد حربا مع الصرب داخل البوسنة والهرسك والذين ارتكبوا مجازر بحق المسلمين بدعم من دول الجوار وغض الطرف من قبل الدول الأوروبية أواخر عام 1995 وقع كل من علي عز بيغوفيتش ورئيسي غوسلافيا وكرواتيا اتفاق ديتون الذي أنهى حرب البوسنة في الرابع عشر من مارس عام 1996 انسحب علي عز بيغوفيتش من منصب رئاسة البوسنة والهرسك بعد تظهر حالته الصحية حصل علي عز بيغوفيتش خلال حياته التي قضاها في النضال والعمل السياسي والتأليف على عدد من الجوائز الحقوقية والدولية وفي التاسع عشر من أكتوبر عام 2003 توفي علي عز بيغوفيتش عن عمر ناهز 78 عاما ترجمة نانسي قنقر